أعتقد هذا الخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح لا شك هناك تهريب للعملة وهناك أيضا غسيل أموال وهناك موضوع ما ذكر أستاذ غازي تهريب النفط فقط عن كردستان لا يوجد تهريب من مناطق الأخرى فقط عن كردستان الحكومة اتحدت عدة إجراءات في تهريب النفط بمحافظات الوسط والجنوب ولم يقتصر ذلك على محافظة معينة هنا لست بسادة الدفاع عن جهة الماء لكن هذا ما اتبع جنيا في قرارات الحكومة وفي بياناتها سيد رياض الذاهب إلى كردستان يلاحظ كمية الشاحنات التي تقوم بنقل النفط إلى الحدود بشكل واضح ليس خفي الذي ذاهب للسياحة والذي يذهب إلى كردستان يلاحظ التهريب بشكل واضح لا يوجد أخفاء لهذا الأمر أما بقية المناطق الأخرى فهو مسيطر عليه وهناك متابعة حثيثة من وزارة الداخلية والأمنية المؤسسات الأمنية الأخرى بمتابعة وملاحقة كل من يهرب لذلك لا يوجد تهريب بشكل ربما خفي ولكن التهريب فقط من كردستان أما بخصوص القرار أعتقد هناك آليات كانت خاطئة للبنك المركزي حتى بموضوع بيع مزاد العملة ولكن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي أعتقد خطوة صحيحة يجب التعامل بالدينار العراقي فقط أن يكون البيع للدولار فقط للتجار الكبار وحسب المنصة الألكترونية حتى لا يكون هناك عمليات غسيلة ولهذا خطوة أنا أعتبرها جيدة جدا يجب أن يكون التعامل بالدينار العراقي أما بخصوص ما ذكرى ضيفك فقط عندي تعقيم صغير أعتقد ضيفك الميزان من أربيل يعني هو يقول حتى تصحح الولايات المتحدة هذا تدخل واضح من قبل الولايات المتحدة وتدخل سافر ووقع السياسة النقدية من يحددها العراق وأعتقد كثير من الدول العالم لا تسمح بهكذا تدخلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بسبب فقرة ما يسمى فقاء هذه الأموال محجوزة في الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي هي من تدخل لذلك أعتقد على الحكومة العراقية أن تسعى سعيا حثيثا للخروج من شرقة البنك الفيدرالي الأمريكي لأن بدأت تدخل في سياسات وتحاول الضغط على الحكومة العراقية بتوجيه في سياسات تحاول الضغط على الحكومة العراقية